يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسيرة إذا شئت سهلا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أصدح لنا شهرنا كلها اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإنهام ملائكتك المقربين مع الدرس السادس من دروس أمراض القلوب ودرسنا اليوم عن التوبة من الغيبة بسم الله الرحمن الرحيم لا زلنا في موضوع الغيبة ولكن علاج الغيبة هو التوبة منها مباشرة لأنه لو كان بيننا وبين الله معصية فإن الأمر أيسر بكثير من معصية بيننا وبين الخلق لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة ما لم يمت على الشرك والحقوق بيننا وبين العباد مبنية على المشاحة والله عز وجل كريم حنان منان يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئة لذلك إذا اختاب الإنسان أحدا وندم بعدها وأراد التوبة فهذه التوبة جاء فيها قولا القول الأول قالوا بأنه لا بد من أن يذهب الإنسان إلى من اختابه ويقول له يا فنان إني قد تكلمت فيك عند الناس فأرجو أن تسامحني وتحللني فهذا القول الأول للعلماء أما القول الثاني قالوا لا عليه أن لا يذهب إليه قالوا بأنه إن كان قد علم فلان بأن فلانا اختابه فهنا لا بد من أن يذهب إليه وأن يطلب منه أن يسامحه وإن لم يكن علم بأن فلانا اختابه قالوا فلا يذهب إليه وإنما عليه أن يستغفر الله وعليه أن يتحدث بمحاسنه في المجالس التي كان يختابه فيها يقول تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وهذا القول أصح من الأول وهو أن الغيب إن كان صاحبها لا يعلم بأنه اختابه فيكفي أن يذكره بمحاسنه في المجالس التي اختابه فيها وأن يستغفر له أيضا بحيث يقول اللهم اخفر له ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذلك الاستغفار هو من الإحسان الذي يتخفف الإنسان به من السيئة فإذا استغفر له وسأل الله له الخير بأن يرفع الله درجته وأن يعفو عنه فهذا من الإحسان الذي يقدمه له وأيضا عليه أن يقدم له إحسانا ماديا بتقديم هدية له وأن يطلق وجهه به حين يلقاه وأن يستقبله بالكلام الطيب وكل هذا إن شاء الله يحصل به نوع من التكفير عن هذه الغيبة إذلك ينبغي أن نعلم علم اليقين أن حقيقة إيماننا تتمثل في أننا إذا سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا في الصحاح أو متفقا عليه فينبغي أن نعلم علم اليقين أن هذا من عند الله وأنه وحي يوحى فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فالغيبة هنا بالعرض فالعرض هو موطن المتحي والزم في الإنسان من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله يعني عليه أن يعتذر أو يؤدي الحق قال فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه يعني حينما يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن أخاه إن كان له حق عنده من مال أو عرض إن لم يستحله في الدنيا بمسامحة أو أداء فسوف يأخذ من حسناته يوم القيامة فإن لم يكن له حسنات طرح عليه من سيئاته فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني فليتصور الإنسان أنه أراد أن يبني بيتا فاشترى الأرض وحفر الأساسات ثم بنى الجدران ثم كساه وأنفق عليه الكثير من المال ثم أنهى البيت في عدة سنوات فليتصور هذا الإنسان إن جاءه رجل قوي وأخذ منه هذا البيت كاملا فهذا شيء لا يحتمل كذلك الإنسان في الدنيا يفعل الحسنات يأتي إلى المسجد عند آذان الفجر وينفق من ماله ويتعلم القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يأتيه إنسان آخر فيخوض في الغيبة فتذهب هذه الحسنات كلها بسهولة فهل هذا يحتمل؟ والله إن هذا لا يحتمل فكلام النبي عليه الصلاة والسلام حق ودائماً وأبداً أذكركم بقول سعد بن معاذ ثلاثٌ أنا فيهن رجلٌ وما سوى ذلك فأنا واحدٌ من الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئاً قط إلا علمت أنه الحق من عند الله لا شك فيه والنبي عليه الصلاة والسلام همى أن يصلي على أحد أصحابه الموتة فسأل أعليه دين؟ قال الصحابة ديناران فانصرف فتحمى لهما أبو قتادة قال جابر فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبريئة منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال إنما مات أمس يعني لم يتيسر لي قال فعاد إليه من الغد فقال قد قديتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده فهنا اصطنبط العلماء أن الميت الذي يضمن دينه لا ينجو من العذاب بضمان الدين بل ينجو من العذاب بأداء الدين قال الآن بردت عليه جلده إذلك لو أن الإنسان قدم حياته لله فالإنسان يقدم المال يقدم البيت أما أن يقدم حياته فلا أعتقد أنه يوجد عطاء على الإطلاق يفوق أن يقدم الإنسان حياته لله لأن الجود بالنفس هو أقصى غاية الجود فلو أن إنسانا قدم حياته لله وصار شهيدا فأحد الصحابة سأل رسول الله فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مجبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ يعني أعد سؤالك قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك إذن فالدين لا يخفر ولكن علينا أن نعلم بأنه يوجد وهم كبير عند عامة الناس أن الإنسان إذا أدى الحجة رفعت عنه الذنوب وعاد كيوم ولدته أمه هذا الكلام صحيح وغير صحيح وهو صحيح فيما بينه وبين الله ولكن حقوق الإباد كما ذكرت لكم بداية فهي لا تسقط بحج ولا بعمرة ولا بشهادة في سبيل الله فحقوق الإباد لا تسقط إلا بالأداء أو بالمسامحة لأن حقوق الله مبنية على المسامحة بينما حقوق الإباد مبنية على المشاحة والله عز وجل لا يقبل نافلة ما لم تؤدى الفريضة ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه والله لرد دانق من حرام أفضل عند الله عز وجل من سبعين حجة مبرورة ويقول عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة فالغيبة تعالج كما قال الإمام الغزالي رحمه الله وهو من أبرع من عالج هذا الموضوع يعد إحياء علوم الدين أول كتاب في علم النفس الإسلامي يعني الإمام الغزالي له جولات في حقيقة النفس وطبيعتها وفي أحوالها وسموها وإنحطاطها ومعالجتها فهذا الفصل مأخوذ من كتب الإمام الغزالي يقول الإمام الغزالي إن مساوئ الأخلاق تعالج بالعلم والعمل يعني يتعلم ويتدرب وهكذا لأن مجلس العلم مقياس للإنسان بحيث يعرف نفسه مستقيما أو منحرفا ويعرف ما له حلال أم حرام محسن أو مسيء والشيء المذهل أن الناس يرتكبون الكبائر ويأكلون أموالهم بالباطل وينغمسون في الملذات المحرمة ويصلون ويقولون أنا لم أفعل شيئا ويدعي بأن الناس كلها كذلك لذلك حضور مجلس العلم يعرف الإنسان بنفسه أين هو من الدين هل هو مع المستقيمين أم مع المقصرين أم مع السابقين أم مع الظالمين لأنفسهم لذلك قال العلماء بأن أول مرحلة في حل مشكلة هي أن يعلم الإنسان بأنها مشكلة لذلك إن مساوئ الأخلاق تعالج بالعلم والعمل ولكن أكبر علاج للغيبة أن يعلم الإنسان أن كل حسناته يخسرها يوم القيامة قال رجل للحسن البصري لقد اختبتني فقال له الحسن ومن أنت حتى أختابك ولو كنت مختابا أحدا لاختبت والدي لأنهم أولى بأغذي حسناتي لذلك تعالج الغيبة بيقيننا أن حسناتنا تتلاشي يوم القيامة فكل من اختبناه يأخذ من حسناتنا فإن لم تكن لنا حسنات فكل من اختبناه يطرح علينا سيئاته ويقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ويقول مالك ابن دينار كفى بالمرء الشرا أن لا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين والإنسان إذا اختاب أحدا فقال عنه قصيرا مثلا نقول هل هذا القصير هو الذي خلق نفسه أم الله خالقه إذلك قال العلماء من ذم خلق آدمي فكأنما يذم خالقه قال أحدهم لآخر يا قبيح الوجه فقال هذا الرجل ما كان خلق وجه إلي فأحسنه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة التي كان النبي يحبها حبا جما بنت الصديق قالت عن ذرتها أنها قصيرة قال لها رسول الله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أي لأفسدته ومياه البحر تجري فيها الأنهار أو تجري فيها المياه السوداء من كبرى المدن من الطائرة خمسين كيلو مترا قطا أسود بالبحر من مجاري المدن الكبرى في العالم ومع ذلك في الفقه البحر طاهر ماءه خمسون كيلو مترا مياه سوداء فكل المدن الساحلية تصب مياهها في البحر ومع ذلك البحر لا ينجز وإنما هو طاهر أما كلمة قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته إذلك علينا أن نحافظ على حسناتنا وإياكم أن تطرح عليكم سيئات غيركم أما إذا كان يوجد رخصة للكلام فهذا موضوع آخر وهو لو أتى إنسان يسأل إنسان آخر عن رجل خطب ابنته يسأله عن أخلاقه فإذا كان هذا العريس يشرب الخمر أو نصابا ففي هذه الحالة يجوز للشخص الآخر أن يقول له أنه يشرب خمرا أو نصاب فهذه ليست من الغيبة أبدا وإن لم يوضح له ذلك فيكون آثما عند الله وأيضا إذا كان يوجد مصلحة للمسلمين في إظهار عيب فنان فينبغي أن نظهره ولا نخش شيئا ولكن علينا أن نعلم بأن هذا يكون في حدود ديقة جدا يعني إنسان جاء يسأل عن زيد بأنه خطب أخته أو بنته أو أنه يريد أن شاركه في تجارة أو في عمل وكان يعلم فلان بأن زيدا نصاب فيجب أن ينبهه بهذه الحالة هذه ليست غيبة أبدا وإنما هذا يكون من النصح وليس من الغيبة ولكن هذا الأمر ضيق فالإنسان قد لا يحتاجه إلا كل شهرين مرة أو في السنة مرة فهو ضيق جدا في حال فلان سئ وكان يعلم عن فلان أنه سيء حقيقة فعليه أن ينبه فلانا منه وإلا لا فالإنسان لا ينجو من الخسارة المحققة إلا إذا كان متواصيا بالحق والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالتواصي بالحق هو أحد أركان النجاء فالإنسان إذا سمع آية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية فعليه أن يبلغ إذا سمع آية أو حديث أو غيره حتى لا يقع في الكلام الفارغ أو الغيبة والإنسان عليه أن يجعل من نفسه داعية فعليه أن يدعو إلى الله بقدر ما يعلم ومع من يعرف فهذا ذكر لله عز وجل والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند الظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملء ذكرته في ملء خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه زراعا وإن تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي آتيته هرولة لذلك علينا أن نذكر الله كثيرا والله تعالى يقول فاذكروني أذكركم وذكر الله شفاء للقلوب ألا بالذكر الله تطمئن القلوب ويقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى الآن سنتحدث عن بواعث الغيبة أول باعث للغيبة الغضب فإذا غضب أحد من آخر يختابه لأنه يريد أن يشفي غليله من فنان ويقول عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء فلو أن إنسانا تكلم بحق إنسان آخر كلاما قبيحا وكان هو بالمقابل يعرف عنه أشياء قبيحة جدا وجاء ذكره فالشيء الطبيعي حسب طبيعة البشر أن يرد له الصاعة عشرة ولكن البطولة أن يسكت ولا يتكلم بحقه وأن يقزم غيظه لذلك ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل وفي بعض الكتب المنجلة على بعض النبيين يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك في من أمحق أما البعث الثاني للغيبة موافقة الأقران يعني الإنسان المؤمن إن كان عنده موافقة أقرانه أغلى عليه من أرضاء الله عز وجل فهو ليس بمؤمن فإذا كانت الجلسة كلها غيبة فإنه يقول كلهم يستغيبون فأنا ماذا أفعل لوحدي معهم فيوافقهم على ذلك فهذه اسمها موافقة الأقران وهي أن يكون حياء المؤمن ممن حوله أشد من حيائه من الله وأن يكون إرضاء من حوله أغلى من إرضاء الله أما البعث الثالث للغيبة هو أن يرفع نفسه على أنقاض الآخرين يعني يبين للناس أنه هو الفريد في كل شيء والناس في نقص وعيوب وهكذا ففي هذه الحالة يكون قد رفع نفسه على حساب إسقاطهم لكنه سقط من عين الله عز وجل ولئن يسقط من عين الله أعظم من أن يسقط من السماء إلى الأرض والله تعالى يقول فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا وقال أيضا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأحيانا الإنسان يفعل معصية فيقول فلان أيضا فعل هذا فيأخذهم حجة على فعله ومعصيته لذلك لو أن ألف إنسان اقترفوا معصية فهل هذا ينجيه من عذاب الله إذا قلدهم وتحجج بهم؟ لا أبدا فهذا من الجهل وقد استغابهم فأكثر نساء تلبس ثيابا فاضحة وتقول أكثر نساء هكذا فهذا من الجهل فالمعصية مهما اتسعت رقعتها تبقى معصية وأحيانا الإنسان يباهي بنفسه عن طريق الموازنة كأن يقول الإنسان الناس في معاصي أما أنا فلا أعصي الله الناس في غفلة وأنا لست غافلا فإن قال هذا فهو الغافل ولا يدري لأن الإنسان إذا عمل موازنة بحيث يحكم على الناس كأنه وصي عليهم ويبرئ نفسه فهذا عين النقص وعندما مدحوا أبا بكر الصديق ماذا قال؟ قال اللهم أنت أعلم مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واخفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني فيما يقولون فإذا قيل لأحد أنك إنسان جيد فينبغي أن يرد بقوله الله يجعلني عند حسن ظنكم به الله يسترنا الله يتأبل عملنا هذا فضل الله فعلى الإنسان أن يتواضع أما الذين يختابون الناس بدافع الحسد فقد وقعوا في معصيتين معصية الغيبة ومعصية الحسد قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله بأنك لم ترضى لي ما وهب فالإنسان الذي يعترض على قضاء الله وقدره فهو جاهل ولا يعرف شيئا بأن كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق فملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب يعني الذي أعطى فلانا قادر أن يعطي غيره والله ذو الفضل العظيم بكل عصر يوجد أبواب للخير من عمل صالح ومن صدقات وغيره فالله فضله واسع إذلك فالله عز وجل لا يتقرب إليه بالمعصية وإنما يتقرب إليه بالطاعة والغضب لله تعالى لا يجيز لنا أن نختاب أحداً فهذه بواعث الغيبة ولكن أكثر ما يمنعنا من الغيبة أن نوقن أن الذي نختابه سيأخذ كل حسناتنا يوم القيامة فإما أن تطرح علينا السيئات أو أن تأخذ مننا الحسنات إذا اختبنا المؤمنين أما إذا كان إنساناً فاجراً فالفاجر ليس له غيبة وهذا موضوع آخر يعني أحياناً يوجد شخص يتحدث عن نفسه بأنه فعل أو يفعل كل أنواع المعاصي ولا يستحي منها فهذا موضوع آخر وهذا لا غيبة له إن حذرنا الناس منه لذلك الغيبة هي من الكبائر العظام التي ابتلي بها الكثير من المسلمين وللنساء خاصة منها النصيب الأوفر والمصيبة أن بعض الناس مع الأسف الشديد يفهم أن الغيبة أمرها هي وأنه ربما تكفرها الصلوات الخمس والصيام والصدقة والاستغفار ويقف عند هذا الحد وينسى أنها من الكبائر التي لا يكفرها إلا التوبة منها وصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ولكن ماذا قال؟ قال إذا اشتنبت الكبائر إذن كبائر الذنوب لا يكفرها الصدقة ولا الصلاة ولا الصوم إنما يكفرها التوبة الصادقة النصوح كما ذكرتها لكم ولهذا فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئله عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج والغيبة من آفات الفم نسأل الله أن يعافينا منها ويعافي جميع المسلمين وأن يجعلنا من الذين إذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين هنا نكون قد انتهينا من الدرس السادس من أمراض القلوب وهو التوبة من الغيبة وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنعرف مرضا آخر من أمراض القلوب وهو الرياء والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشتر عموبنا واخفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا وكفر عمنا سيئاتنا بفضلك يا كريم اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر اللهم إننا نسألك يا قادي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا كاشف المهمات ويا خفي الألطاف نجينا مما نخاف يا قادي الأمور ويا شافئ الصدور نسألك أن تجيرنا من عذاب السعير ودعوة الثبور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين